بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان اختبار الفصل الأول في الرياضيات لثانية ثانوي شعب التسير واقتصاد وأداب وفلسفة رقم ثلاثة حيث يقوم أن 86 كان سعر جهاز تلفاز 17 ألف دينار جزائري ثم أصبح إلى 16 ألف ومئتان دينار جزائري قال أحسب كلا من التطور المطلق والتطور النسبي والمعامل الضاربي ثم عندنا والنسبة المئاوية الموافقة لهذا التطور إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على هذه الأسئلة قال أحسب كلا من التطور المطلق وكذا وكذا إذن نكتب هنا عنوان حساب أولا ألف التطور المطلق في التطور المطلق أبنائي ما هو قانونه الذي يسمى دالتا إكس يساوي هذا هو يساوي إكس واحد ناقص إكس صفر ويساوي هذا يمثل إكس واحد وهذا يمثل إكس صفر فيساوي إكس واحد ناقص إكس صفر معنا ستة عشر ألف ومئتان ناقص سبعة عشر ألف إذن نسمح لنا دالتا إكس يساوي كم؟ يساوي لنا بعد ما نجلع عمل الحساب ناقص ثمن مئة فقط يا أبنائي ويمكن أن نقول حتى هنا دينار جزائري لأن الوحدة لا تذهب عندنا كذلك التطور عندنا النسبي إذن التطور النسبي تركز جيدا إذن إذا سميناه با التطور نسبي ما هو قاعدته؟ قاعدته هو حاصل قسمة إذن هو دالتا إكس على ماذا؟ على إكس صفر يساوي دالتا إكس ها هي قيمتها إنها ناقص ثمن مئة على ماذا؟ على سبعة عشر ألف بعد ما نجري عملية الحساب سوف نجد بالقيمة السلبة ناقص سفر فاصل سفر سبعة وأربعون والتطور النسبي معروف أنه لا يوجد له وحدة لأن الوحدة هنا وهنا سوف تذهب ثم نأتي الآن إلى جيم المعامل الضريبي الذي نسميه كا إذن معامل الضريبي كا المعروف على أنه عندنا القاعدة ماذا تقول أبنائي؟ أنه كا يساوي إذن قلت كا يساوي إنا إكس واحد على ماذا؟ على إكس صفر إذن وهذا كله إكس يعني مرة أكتبها هكذا ومرة المهم كلها تقرأ إكس يساوي إنا ماذا؟ يساوي إنا إكس واحد لهو ستة عشر ألف ومائتان على سبعة عشر ألف هكذا تصبح تساوي إنا بعد ما نجري عملية الحساب سفر فاصل خمسة وتسعون بعدها أبناء لاحظوا تقول قاعدة إذا كان المعامل الضريبي أقل من الواحد تكون القيمة فيها تخفيض إذن نوع هذا التطور هو تخفيض حتى نفهم جيدا الآن نأتي الآن إلى الشيء الأخير قال النسبة المئوية الموافقة إذن كذلك جيم دال النسبة المئوية الموافقة أو الموافقة عفوا إذن نكتب هنا الموافقة لهذا التطور ركزوا جيدا ماذا تقول القاعدة أبنائي عندنا قاعدة تقول النسبة المئوية كا ناقص واحد ضرب مئة قلت ضرب ماذا هنا نكتب ضرب مئة فتساوي ركزوا هنا نقطة نقطة ماذا تقول إذن كا نحن نملكها هو نعوضه هنا فتصبح لنا ماذا تصبح لنا صيف الفاصل خمسة وتسعون ناقص واحد ضرب ماذا ضرب مئة إذن بعدما نجري عملية الحساب بالآلة الحاسبة أبنائي نجد ناقص كم ناقص خمسة بالمئة هذه هي النسبة فقط يا أبنائي لأن حدث هنا ماذا حدث عملية تخفيض بعدما كان سعره سبعة عشر ألف أصبح ستة عشر ألف ومئة فنجد هذه النسبة بقيمة سالبة فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسألنا بالدعاء لنا بصحاء والعافية ترحم على رحمة طهرة لما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته